برج الجدي. رح نشوف طاقتكم ورق عام لمحة عاطفية تحذير ومسج من الحبيب ورح ناخد اوراكل. فخلينا نشوف طاقتكم هذا الشهر كيف عامله ان شاء الله تكون ايجابية. طاقة حلوة ان شاء الله تكون لبرج الجدي. عم بشوف طاقة اللي هو آآ من بعد انتظار آآ يعني طاقة انتظار رح تكون في اول الشهر آآ ولكن بشوف بعد الانتظار في حصاد يعني في عندك طاقة آآ طاقة كبيرة لحتى تحتحمل آآ اللي هو الانتظار اللي قلنا عليه ولكن في عندك حصاد في نهاية الشهر انا بشوفها لانه هاي هاي الطاقة عم بتكون بطيئة شوي. فنحن فتحنا على اكتوبر فعم بشوف لنهاية الشهر لحتى تحصل آآ على الموضوع اللي كنت تحارب عشانه او كنت تنتظره يا جدي. شوف بشكل عام ازان. شدي عندك سفر حبيبي. في عندك سفر للناس اللي كانوا آآ زي ما قلنا ممكن يكون نفس الكرت اللي قلنا عنه الطاقة تبعتك طلعت انه انتظار بعدين الحصول على ممكن تكون عم تنتظر اليك فترة طويلة بسفر ولكن في هاي الفترة عم بتسافر في هاي آآ الفترة. عم بشوف الطاقات قبل ما انسى عم بتكون هواية ترابية بامتياز آآ مائية اكتر شي. عم بشوفك آآ في شخص في شخص ممكن تكون طاقة مائية او هواية. هذا الشخص رح يقدم لك عرض. وانت تكون رح تكون في حيرة ما بينه وما بين امر تاني. هذا الشخص انا شايفه انه اكتر عاطفي الموضوع من ما هو مهني او كذا. هذا الشخص عن جد عم بيقدم لك من قلبه وعن جد هو انسان بيستحق انه ينعطى فرصة. فمستغربة ليش انت عم بتصد او عم بتقارن او عم بتحاول تختار. هذا هذا شخص بيمبين بالاوراق. رجع تكرر عنا هون يعني مصر على طلبه. مصر على. اه خلينا نقول على. ممكن يكون على فكرة كمان تراضي. اه مصر على طلبه. رح يصر كتير. اه شايف العلاقة مستمرة مع هذا اه الشخص مع انك رح يتفكر كتير. اه لانه يمكن شخص شوي. اه الظاهر مش يبين اه زي الباط. الظاهر مش زي الباطن. اه ما بيعرف يعبر عن مشاعره. يمكن انت فهمته غلط. اه هذا الشخص رح يرجع باكتر من عرض. باكتر من اكتر من مرة. اه لما احكي عن العاطفة دائما يعني احيانا ممكن يكون عكسية الموضوع القراءة. اه عم بشوفك في العمل منهك. عم وكأنك عم تنسى العاطفة بالعمل. عم تحاول تشتغل اه كتير كتير لحتى انه يعني يدوبك تقدر اه تغطي اه امور. لكن شايف عندك بعدين رح تصير وفرة مالية في النصف الثاني وخاصة اخر الشهر. رح يكون في وفرة اه مالية من بعد اه اللي هو يمكن تضطر انه تاخد فلوس من حدا. تضطر انه اه يعني في في بداية الشهر شوي اه نقص في المادة اه ولكن في نهاية الشهر عم بشوف العكس شوي عم تتبدل الاوضاع. يا جدي. عم بشوفك عم بتحط حدود. عم تنهي علاقتك بمجتمع باكمله يعني باشخاص كتير عم تشمل الموضوع يعني مش بس شخص واحد عم تنهي علاقتك باشخاص كتير ويعني خلص اللي هو ما في فرصة تانية. اه فعم بشوفك كتير صارم هاي الفترة. اه بس اللي هي الصرامة اللي في محلها يعني الجدية والحكمة اللي فعلا يعني في محلها وفي وقتها وفي مكانها الصحيح. من بعد ما صبرت على هدول الاشخاص في حياتك من بعد ما صبرت على الازى منهم وخاصة في العمل انا عم بشوف العمل اكتر شي في عندك عيون عليك في شخص اما ممكن يكون ترابي زيك او هوائي هذا الشخص كتير عم بي عم بيحاول انه اما يشوه السمعة او انه يعمل لك شي بس ما قادر ولا رح يقدر لانه في انتصار عليه انت عم بتهمشه بطريقة فضيعة وهذا الاشيو عم يحرق دمه اكتر واكتر. هذا الشخص كمان ممكن يكون عاطفيا يعني عم بيحاول انه يجاكر فيك او كزا ولكن انت عم بتهمش الموضوع عم بتقلل من شأنه ولكن انت جواتك في مشاعر كبيرة وهو جواته في مشاعر اه كبيرة. شايفة فيه ممكن تكون عندك فيه الام ارهاق من كتر العمل من كتر الحركة من كتر التفكير اه التفكير ممكن اه شايفة شوية ارهاق عندك اه تعب يمكن تتعب بس لا يوم واحد او لا فترة اصيرة كتير. اه بعدين تسترجع قوتك و حيويتك زي ما بنعرفك الجدي نشيط جدا جدا ما شاء الله. بطريقة حلوة. لنا نشوف بشكل عام عن العاطفة. بشكل عام عم بشوف اه علاقة ثلاثية مسيطرة ولكن اه عم عم تتهمش من الطرفين منك ومن الشريك اه شايفة فيه بعد عن العلاقة الثالثة اه اه ولكن رح تكون هي يعني بارزة اكتر اشي في في النصف الاخر او في النصف التاني من اه اكتوبر. بالنسبة للمتزوجين اه ممكن يكون في خلينا اقول مشكلة شوي عابرة شوي في شوية شك شوية غيرة اه ولكن هذا الموضوع شوي رح يتصعد يمكن من طرفك او من الطرف الاخر اه ولكن بعدها رح تروء الامور يعني مش هالمشكلة الكبيرة لكن انا بتوقع المشكلة لها علاقة فيه علاقة ثلاثية. انت فيه قرار معلقه او الطرف التاني معلقه اه ما شايفة الامور عم تصفى مية بالمية بهذا الشهر يمكن شهر اللي بعده ان شاء الله يكون احسن بس اه شايفة شوي في اه امور معلقة في انتظار في اه بالنسبة للعاطفة اه بالمستقبل ممكن يكون جدا فيه عائلة مع الشخص اللي بتحبه اه ولكن في هذا الشهر انا عم بحكي عم بتكون فيه علاقة ثلاثية اه شوي عم بتخرب المواضيع والامور اه مع انك انت في كامل قوتك عم بتحاول انه اه اه توقف هذا الموضوع او تنسحب منه اه ولكن في النهاية انت بتحب الطرف التاني والطرف التاني عم بحبك عم بشوف في حب صافي بناتكم اه مع وجود اشخاص اه كتير حساد او اشخاص اه عوائق ممكن تكون هاي في العلاقة اه ولكن الحب موجود هذا اهم شي يعني موجود بشكل فظيع عشان هيك فيه فيه تعليق اه للامور قلت اه نفس الشي العلاقة الثالثة رجعت اه بينات اه ازا فيه اسف لبرج الجدي يعني منه قراءة مش كتير ايجابية طلعت اه ولكن الحلو في الموضوع انه اه مستقبلا اه رح يكون فيه بوادر خير رح يكون فيه خير على اله بالمادة على فكرة وبالعاطفة مع انه ورق عاطفي اه فيه ممكن يكون اه اشخاص معجبين فيك ولكن انت ما عم تعطي اه فرص هذا الشهر بشوفك عم تعطي فرص اه كتير انت يا برج الجدي اما من مرة ما تعطي فرص او عم تعطي فرص كتير فعم بشوفك عم تعطي ناس كتير اه اهمية وهم ما يعني ما جديين ما كتير عم بيكونوا جديين في الموضوع احذر بس من الاشخاص اللي اجداد في حياتك او اللي بدك تدخلهم يعني حتى لو كنت تعرفهم تدخل تدخل معهم في علاقة ازا كانوا هم هوائيين او اه حتى ناريين اه شوي نحذر من هذا الموضوع اه في ادكشن رجع بين عندي ادمان معين على شي معين اه عم بتحاول انك اه تتركه ولكن يعني هذا الشهر كمان معلق هذا الموضوع هذا بشكل عام نرجع نعمل كراءات تفصيلية طبعا بس آآ عم نعمل بشكل آآ مختصر لحتى ما نطول عليكم آآ خلينا نشوف التحزير هاي الفترة لبرج الجدي شو عم بيكون آآ نفس الكرت اللي مش عارف لا اي برج آآ برضو توقيع على عقد في عندك عقد زواج ان شاء الله ما يكون طلاء يا رب آآ لانه شايفة في آآ قلب حب في آآ حب الموضوع في يعني هذا الموضوع خير مش شر فهو توقيع على اوراق اما تكون سفر او زواج او آآ عمل ففي توقيع عقد بس بقولك احذر انه ادرس آآ الموضوع منيح قبل ما تاخد آآ القرار كمان ممكن يكون عندك مسائلات قانونية شغلات لازم تسكرها او شغلات طارئة قانونية ممكن تطلع لك فتكون حزر شوية برج الجدي شوف مسج من الحبيب او كلمة بحكي لك I need time to heal بده بده فترة عشان يسترشي ما هو عرف شو انت عامله آآ ممكن تكون عكسي القراءة طبعا لانه عاطفية بس وكأنه انت عامله شي او عم بقولك انا بس بحاجة فترة لحتى استشفي لحتى انسى اللي صار لحتى آآ يعمل healing فبس بقولك انه هاي فيها كمان انه انتظار انه انتظرني او شي آآ لانه لو لهيك ما يعني ما ببعت لك هاي المسج او ما بيقولك هاي آآ المسج خلينا نشوف أوراكل آآ برج الجدي في مين هاي ممكن تكون تحذير يعني مصيحة في مين عم بيبني لك قصور في الهوى او بيت في الهوى او اوهام بيقولك آآ يعني احذر من 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 هاي المواضيع في مين عم هاد الشهر عم يعيشك باوهام او عم بيكذب عليك عم عم بشوفه عاطفي هذا الموضوع بيقولك احذر من هذا الموضوع عبايز لبرج الجدي بشوفكم بالفيديو الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة